أدانت مصر وبأشد العبارات الغارة الجوية التي استهدفت موظف إغاثة دوليين في قطاع غزة تابعين لمؤسسة المطبخ المركزي العالمي ما أصفر عن مقتل سبعة أشخاص من جنسيات مختلفة وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية أكدت مصر رفضها واستنكارها القاطع لاستمرار إسرائيل في استهداف المنظمات العاملة في المجال الإنساني والتي تقوم بدور حيوي ورئيسي في مواجهة الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة ترجمة نانسي قنقر